صلاة والسلام على رسول الله نتكلم عن آداب قضاء الحاجة إذا أراد الإنسان يقضي الحاجة البول أو الغاية تكرمكم الله ماذا يصبح نعم يجب على المسلم أن يستتر عن أعين الناس لا يمكن أن يأتي الحاجة أمام الناس حتى ولو كان الناس اعتاد وأنهم يتعرر مثلا عند الاستحما هذا لا يأتي بالمسلم لا يجوز نعم نعم أو تبعد حتى لا أرك أحد أو خلف جدار الخلف سيارة هكذا قبل أن تدخل إلى الخلاق تقول بسم الله وتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائف نعم ويقدم الرجل اليسرى عند الدخول وعندما يخرج يقدم الرجل اليوم ويقول غفرانك نعم الأصل أنه إذا دخل لا يدخل بشيء به ذكر الله سبحانه لا يدخل بالمصحف لا يدخل بكتب العلم كتب الحديث مثلا نعم ينقطع عن ذكر الله لا يمكن أن يذكر الله هو في الحمم نعم حتى كلام الناس لا يتكلم بكلام الناس لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لا يمكن أن يأتي يقضي الحاجة في أماكن يؤذي فيها الناس ولو كانوا كفار كذلك تحت الأشجار المثمرة في أماكن وقوف الناس في أماكن تنزها الناس مثلا لا يدخل في الماء الدائم الذي لا يجري لا يمكن أن يدخل فيه لا يمكن أن يدخل في الماء الدائم يمكن أن يدخل في الماء الدائم والله أعلم والله أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر